اه اه كمان اه 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 اعلن كابتن خالد جلال حالا دلوقتي القائمة نادي الزمالك جنش وعمر صلاح حمد النجاس والوينش واسلام جمال ومحمود علاء واحمد فتوح محمود عبدالعزيز دونجا معروف عبدالله جمع عنطر مدبولي ايمان حفني طريق حامد كاسونجو اوباما بسم في خط الهجوم طبعا محمد ابراهيم لسه هو وحازم امام مستبعدين يعني من القائمة اه 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 اتحاد الكورة بيصرف 150 الف جنيه لكابتن جهاد جريشا مكافة المونديال عايزة لكم بس سر كده ان كان من المفترض ان كابتن جهاد جريشا اه هو اللي يحكم اللقاء يعني كان من المفترض ان كابتن جهاد جريشا يحكم اللقاء لكن كابتن جهاد جريشا رفض قال لا مش عايزة حكم اللقاء طبعا لو حكم اللقاء كان زمالكوية هيقوله طبعا ده ماتش مصر مقص خلص علينا وجايبينه ولو كان اثناء اللقاء عمل حاجة لمصلحة الزمالك هيقوله طبعا ده بيحاول يرضي الزمالك وراجل داخل على كاس عالم فمش عايز واجع دماغ فكابتن محمد الحنفي هو اللي هيحكم اللقاء طيب قبل ما نروح لكلمة كابتن محمود الخطيب ونهني النادي الاهلي عايز اقول النهاردة اللي هو عبدالجابر احمد واحد من الناس اللي يعني خدمت مصر وكان من نجوم حرب اكتوبر وكان متولي الاشراف على المنتخب العسكري سنوات طويلة جدا وخدم على المنتخب العسكري كاس العالم اللي هو عبدالجابر ابن صديقي وطبعا المعلق المميز كابتن عصام عبدالجابر وابن عمر عبدالجابر اللي عاش في الكويت طبعا توفاه الله النهاردة بعد صراع طويل مع المرض ربنا يرحمه ويجعل مسواه الجنة والنهاردة كلنا بنانعيه واتحاد كرة كمان طلع يعني نعي كبير جدا لوفاة هذا الرجل العملاق اللي يامى خدم مصر لسنوات طويلة جدا كمان النهاردة هنري ميشيل واحد من اللي دربه نادي الزمالك مرتين في اعتقد في 2005-2006 او في ذاك الوقت ثم عاد مرة اخرى 2009 هنري ميشيل بعد صراع طويل مع مرض السرطان برضو توفاه الله النهاردة عن عمر يناهز 70 سنة هنري ميشيل درب نادي الزمالك درب منتخب فرنسا كمساعد في كاس العالم درب المنتخب المغربي درب أندية في المغرب درب أندية كثيرة جدا وكان مدرب له قيمة كبيرة جدا ربنا يرحمه طيب طيب نروح لبعض تلفونك